قبل عدة أيام انتهت فعالياته مؤتمر ميونخ للأمن وسط غياب النظام الإيراني الذي لم توجه له الدعوة من جانب ألمانيا بوصفها الدولة المضيفة عدم توجيه الدعوة لإيران مثل رسالة من الدول الغربية مفادها أن الغرب ماض في طريقه نحو عزل نظام طهران عن المجتمع الدولي لا سيما بعد التقرير الأخير لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي رصد تصعيدا إيرانيا فيما يخص البرنامج النووي بل إن وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلت عن دبلوماسيين رفيع المستوى أن المفتشين الدوليين رصدوا في إيران إيرانيا مخصبا بنسبة 84% الأمر الذي يقرب نظام طهران كثيرا من امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي تقرير المفتشين الدوليين أثار حفظة الدول الغربية المواقعة على الاتفاق النووي المعلق مع إيران فأصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا على هامش مؤتمر ميونغ بيانا مشتركا أعرب فيه عن قلقهم من التصعيد الإيراني وعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أعرب عن القلق إزاء تعميق التعاون العسكري الثنائي بين إيران وروسيا في الحرب الأوكرانية وكذلك سياسة القمع التي ينتهجها النظام ضد المحتجين في إيران وبحسب محللين فإن تصاعد التوتر بين إيران من جهة والدول الغربية من جهة أخرى من شأنه أن يلقى مزيدا من الغموض على مستقبل المفاوضات النووية بين الجانبين وهي المفاوضات التي دخلت في سبات منذ عدة أشهر الأمر الذي ربما تعوضه الدول الغربية عبر السماح لإسرائيل بتنفيذ ضربات عسكرية ضد الأهداف الإيرانية المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي وكذلك عبر تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران بهدف إضعاف النظام وإجباره على الجلوس مجددا إلى طاولة التفاوض ترجمة نانسي قنقر